شاب فقير ذهب ليصلي الفجر فحدثت لهم معجزة كبيرة جدا سبحان الله إن من أوجب الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده هي الصلاة فالصلاة هي عماد الدين وهي الصلة بين العبد وربه وهي أول من يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فهي الفارق بين المسلم والكافر ومن لم يحافظ عليها فلن يكون له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وهنا سنتوقف قليلا مع هذه القصة الجميلة لهذا الشاب الفقير الذي كان يحافظ على صلاة الفجر يوميا فعلى بركة الله نبدأ هذه القصة كان هناك شاب اسمه ياسر كان فقيرا جدا كان يتيم الأب والأم وكانت لديه خمسة إخوة من البنات وكان هو الذي يعولهم وكان هذا الشاب العائد الوحيد لإخوته كان يذهب كل يوم إلى صلاة الفجر وهو ساجد يدعو الله تعالى أن يرزقه من حيث لا يحتسب لكي يستطيع أن يجاهز إخوته البنات للزواج في يوم من الأيام كان يعمل في الحقل عند رجل ظالم كان هذا الرجل يعطيه من إجرته القليل على الرغم من أنه كان يستحق أكثر من ذلك في يوم من الأيام وبعد ذلك ذهب إلى المنزل فسأله إخوته البنات لماذا أنت حزين يا ياسر فقال الحمد لله ولم يرد عليهم وعندما ضغطوا عليه لكي يعرفوا سبب حزنه ثار غضبا وقال لهم ابتعدوا عني الآن اتركوني لوحدي وبعد ذلك ذهب للنوم وقال اللهم ارزقني صلاة الفجر بعد ذلك دخل في النوم قبل أن يؤذن الفجر بلحظات استيقظ من النوم وذهب إلى المرحاض وتوضى ثم ذهب لصلاة الفجر داعيا الله عز وجل يرزقه ويرزق أخوته البنات بعد أدائه للصلاة خرج من المسجد وسبحان الله حدثت معه معجزة كبيرة جدا حيث وجد رجلا يقف بسيارته أمام المسجد فناداه صاحب السيارة قائلا يا رجل تعال إلي فأريد منك شيئا فذهب الشاب إلى الرجل وقال له ماذا تريد مني فأجاب الرجل أريد أن أستفسر عن بعض العمالة للعمال في الحقل دلي ففرح الشاب وقال له أنا أفهم في الحقل خذني معك فسر الرجل بفرح بالغ لهذا الشاب لأنه استبشر به خيرا فكان يبدو الصلاة على وجهه أخذ الشاب مع الرجل في السيارة وذهب إلى الحقل قال الرجل الغني هذا الحقل الذي ستعمل فيه ففرح الشاب فرحا كثيرا وقال الرجل سأبذل قصار جهدي لأتم العمل على أكمل وجه مع مرور الأيام بدأ الشاب يعمل في الحقل فتعجب الرجل الغني كثيرا حيث وجدوا المحصول كثيرا جدا هذا العام قال للشاب أنا متعجب جدا فسأله الشاب لماذا ما الذي يجعلك كذلك يا سيدي فأجاب الرجل لأول مرة تخرج الأرض محصولا كهذا هل هذه الأرض أنتجت محصولا كثيرا قبل ذلك قال الشاب فلله الحمد هذا رزق من الله عز وجل فقال الرجل الغني للشاب أنا لأول مرة في حياتي أرى محصولا كثيرا في أرض هذا فهذا رزقك أيها الشاب الصالح فأخذ الرجل الغني قسم من المحصول وأعطاه للشاب قائلا أنت النصف وأنا النصف الآخر فتعجب الشاب كثيرا فانبعثت دموعه فسأله الرجل الغني لماذا تبكي يا ابني فأجاب الشاب أنا لا أستحق ذلك ولم أفعل شيئا حتى أخذ نصف المحصول أريد فقط أجري فقال الرجل أنا شيخ كبير وأعيش لوحدي في هذا البيت لقد تزوجت من قبل ولم ننجب توفيت زوجتي في العام الماضي أريد أن أعتبرك مثل ابني ولا عيش معي فقال الشاب أنا لست وحدي يا سيدي أعول إخوتي البنات وهم أربعة ففرح الرجل كثيرا وقال للشاب أنا كل يوم أدعو الله في صلاة الفرج أن يرزقني ولدا وأربعة بنات سبحان الله قد تحققت هذه الدعوة طلب هذا الرجل من هذا الشاب أن يأتي بإخوته البنات وأن يعيش معه في بيته الكبير بالفعل جاء الشاب بإخوته البنات وعاشوا مع هذا الرجل وكانوا أوفياء له قام هذا الرجل بتزويجهم جميعا وقال الرجل الشاب سأكتب كل أملاكي لكم ففك الشاب وقال له لا 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 تفعل هذا يا سيدي نحن نريدك بساحة وعافية فرفض الشاب ولكن أسر الرجل على كتابة كل ما يملك لهم وعرف هذا الشاب ما قام به وعندما كتب الرجل كل أمواله لهم أصر هذا الشاب أيضا على المحافظة على مال الرجل فكان هذا الشاب أمينا على أمواله وعلى الرغم من أن الشاب وإخوتهم تلكوا كل ما يملكه الرجل الغني إلا أنهم حافظوا عليه ولم يتصرفوا فيه إلا بإذن من الرجل الغني فكانوا الإخوة الأربعة المتدينين وذوي الأخلاق الحسنة فرح رجل بهم كثيرا وفرحوا به كثيرا أيضا عزيز المشاهد العبرة المستفادة من هذه القصة هي أن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها إن فضل صلاة الفجر في وقتها يظهر بوضوح إذ تجلب الرزق الوفير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمة في بكورها كما أنها تعمل على تطهير النفس وصفائها وتجلب الحفظ في ذمة الله طوال اليوم فالمصلي في ضمانة الله عز وجل وأمانته ليس لأحد أن يتعرض للمصلي بسوء وتشرف الملائكة برفع السماء من يصلي الفجر ودعاؤهم واستغفاره لهم وإذا كان المرء يصلي الفجر فإنه دليل على قيام الليل كاملا ودخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة إن صلاة الفجر تجعل الإنسان في ذمة الله طوال اليوم وتعرضه لرؤية الله سبحانه وتعالى وإن الصلاة أيضا لها مكانة عظيمة في الإسلام وهي صلاة الفجر فيمنى أم الصلوات المفروضة وأقربها إلى الله عز وجل لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك